كعدين تنبدا مع حضراتكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة الأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت بالأمس ومن أهمها عقد سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاجتماع تابع في مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء تطورات الإقلامية والدولية وطلع سيادته على جهود الحكومة لتعزيز مرورة الاقتصاد الوطني تجاه التقالبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقلامية كمان من خلال الاجتماع وجه سيادة الرئيس بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الرهنة ويضمن حماية المواطنين من أثرها السلبية طبعا مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القوم أعقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقلامية والدولية بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيد وزير المالية صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة ويضمن حماية المواطن من الآثار السلبية لتلك التقلبات مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي امبارح تلقى سيادة الرئيس عبدالفتاح أسيسي اتصال هاتفي من فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ما بين مصر واليابان في دور روابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين وبخصوص تطورات الأوضاع الإقليمية في الأراضي الفلسطينية حارس رئيس الوزراء الياباني على الاستماع إلى رؤية سيادة الرئيس بشأن كيفية تهديئة التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا الجهود الرمية لتثبيت الهدنة الجارية والبناء عليها نحو الوقف الدائم لإطلاق النار مبارح أيضا السيدة انتصار السيسي زارة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة لاتمأن على أطفال فلسطين وكتبت على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة لاتمأن على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم ترجمة نانسي قنقر